على قد ما تصدمنا وزعلنا كلنا على الانفجار اللي حصل يوم 4 أغسطس في بيروت على قد ما يوم ورا يوم بيرجعلي الأمل لما بشوف الناس والمبادرات اللي بتساعد لبنان النهاردة حبيت أقول لكم عن ردات الفعل حول العالم وانتوا ممكن تعملوا ايه عشان تساعدوا جورج وامل كلوني تبرعوا بمئة ألف دولار لإمباكت لبنان الصليب الأحمر اللبناني وبيتنا بيتك اللي بيعيد تسكين الناس اللي بيتها راح في الانفجار وهم أكتر من 300 ألف شخص هند صبري كسفيرة نوايا حسنة لبرنامج الأغذية العالمي نادت بالتبرع للبرنامج عشان يوفروا غذاء للأسر المتضررة ويوفروا قمح للبنان وفي فنانين كتار زي سعد المجرد وكورتني كوكس تبرعوا لليبنان اف تومارو اللي بتساعد العائلات اللي متأثرها مباشرة ميكا المغني المشهور عمل شاير على الانستجرام بيج بتاعه لجماعيات ممكن نتبرع لها زي Save the Children Dash Beirut Explosion اللي بتساعد الأطفال ماديا ونفسيا فانس تليفيجين بيحضروا حفلة موسيقية مهولة هيشترك فيها فنانين فرنسويين ولبنانيين ومن كل العالم في شهر أكتوبر منهم الموسيقار إبراهيم معلوف وكل الأرباح هتروح للبنان دبي عاملين print sale online اسمه For the Love of Beirut ممكن تشتري print أو صورة مدبوعة للبنان وكل الأرباح بتروح للصليب الأحمر اللبناني ده لحد يوم 26 أغسطس أجنى لاجنى بسيدات بتساعد اللي دخلين لبنان بنظام الكفالة اللي مش عارفين يلاقوا شغل أو مش عارفين يرجعوا بلدهم في الزروف دي لو عايزين تتبرعوا للأكل في لبنيز فود بانك ولو عايزين تتبرعوا للصحة في لبنان يحتاج ولو عايزين تساعدوا الناس اللي خسروا بيوتهم عشان يلاقوا مقوى في بيت البركة حتى في جمعيات لمساعدة المؤسسات الثقافية والفنية والفنانين المتضررين زي الصندوق العربي للثقافة والفنون وحتى لو مش قادر تتبرع بفلوس مجرد أنك تعمل شارل الطرق المساعدة المختلفة وتنشر الخبر ده تبرع في حد ذاته وإن شاء الله نقدر كلنا نساعد عشان ترجع لنا بيروت بخير